اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكون تسلسل حدودها ان كل حد يزيد عن الحد الثاني بمقدار ثابت اما المتطبع الهندسية فيكون الحد التالي يكون مضروب في عدد ثابت يعني كل حد التالي ينضرب في عدد ثابت من الحد السابق فلو نلاحظ هنا احنا شلون نعرفه الحين فاحنا راح نطرح في البداية كل حد من الحد السابق يعني لو طرحنا هذا الحدين فلو قلنا سالب 11 ناقص سالب 5 راح يعطينا سالب 11 زائد 5 ستقلعون تشيكونها بالحاسبة بتطلع سالب 6 طيب لو جينا للحد الثالث ناقص الحد الثاني نفس الشي سالب 17 ناقص سالب 11 ايضا بيعطينا سالب 6 ايضا لو طرحنا هذي ايضا راح يطلع ادنا سالب 6 فلو تلاحظون كل حد تالي لو طرحناه من الحد السابق له يكون سالب 6 فهذه نسميها متتابعة حسابية شنو أساسها أساسها مثل ما قلنا سالب 6 جلو نعرف الأساس نطرح اي حد ناقص السابق له فنقول هنا ان هذا متتابعة حسابية أساسها سالب 6 السؤال الثاني مجموعة المتسلسلة الهندسية اللانهائية طبعا متسلسلة الهندسية معناتها مثل ما قلنا نوعها هندسية ولانهائية يعني هي ما تخلص فهنين تشوفون إلى آخرة مجموعة المتسلسلة الهندسية لانهائية هو S تساوي الحد الأول على 1 ناقص R طبعا A1 هو الحد الأول الحد الأول هنا هو 2 شنو الأساس الأساس هنا راح أقسم لانهائنا قلنا هندسية نقسم الحد أي حد على الحد السابق له يعني مثلا لو قلنا 3 على 2 كم بيطلعدنا راح يطلعدنا واحد ونص نفس الشيء لو قسمنا 4 ونص على ثلاثة راح يطلعدنا واحد ونص فواضح هنا أن واضح هنا أن R هي واحد ونص طيب هنا هذا طبعا واضح هنا أن R هي واحد ونص نحن نحن نعرف كم مجموعة المتسلسلة الهندسية لانهائية بس نحن الآن طبقنا القانون بس نحن نقول إن فيه يكون عندنا مجموع متى فقط إذا كان مطلق R أقل من واحد لكن R هنا واحد ونص طيب واحد ونص أقل من واحد أولا أكبر لا واحد ونص أكبر من واحد إذن هنا نقول لا يوجد لها مجموع إذن نحن هنا لا نطبق هذه القاعدة هذه القاعدة بس نطبقها فقط إذا كانت R أقل أو مطلق R أقل من واحد فهنا سنقول لا يوجد إذن إذا طلعت عندنا R أو مطلق R أقل من واحد أطبق هذا القانون له S تساوي A1 على واحد ناقص R أما إذا كان R أكبر من أو يساوي الواحد فتقول أن المتسلسلة الهندسية ليس لها مجموعة تنتبه إلى هذا الشيء يعني إحنا ما نطبق القاعدة مباشرة نقول هنا لو تلاحظون ما يصدر أن أطبق القاعدة إلا إذا كان R التي تطلع عندي مطلقها أقل من 1 نشوف السؤال اللي بعدها الأوساط الحسابية الثلاثة بين العددين نحن ننبه الأوساط الحسابية الثلاثة بين العددين هذي ألا طبعا هنا ممكن نحن نحل السؤال بشكل سهل أن نحن نشوف التسلسل مع الحدود هذه الصالبة أربعة ننبهها الآن ثلاث حدود ما بينهم 1 2 3 ثلاثة وبعدها نجي الثمانية نحن الحين لو جينا لهذه المتسلسلة أو المتتابعة هل هذه هي هل هذه اللي نقول هي الجواب الصالبة أربعة بعدها صالبة واحد فكأننا زيدنا ثلاثة يعني الفرق ما بين صالبة أربعة إلى صالبة واحد نحن كأننا زيدنا لحد ثلاثة بس بعدها صالبة أثنين إذن هذه خطأ لاحظوا هذه صالبة أربعة بعدها صالبة واحد ثلاثة 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 خمسة. بس بعدين لو زيدنا خمسة ما يطلع عدد صالب اثنين. احنا لحين خلونا نحل السؤال لو طلب مني انحل السؤال بشكل مفصل في سؤال غير اسئلة الاختيارية. يعني لو قال لي في الامتحان اوجد اه ثلاث اوساط حسابية بين العددين صالب اربعة وثمونة. شلو نحل السؤال? يعني احنا نحل السؤال بشكل مفصل. اه اول شي هذا طبعا اي وان. وهاه اي تو اي ثري اي فور وهذا راح يكون اي فايف. احنا راح نستخدم اي فايف. احنا نعرف ان قانون. الحد النوني للمتتابعة حسابية هو اي ان يساوي ايون زائد ايون ناقص واحد actually. ال ان هني اي فايف. الاي فايف كم? الاي فايف ثمانية. خلونا نعوض. اه هادي ثمانية راح اعوض عنها. الاي وان عندي صالب اربعة. الان عندي. هادي ان خمسة. خمسة نقص الواحد. خمسة نقص الواحد اربعة. اربعة في كم في دي. احنا نبغد دي. فاحنا راح نخلي. دي بروحه. اربعة دي بروحه. راح ننقل صالب اربعة للجهز ثاني. ثمانية زائد اربعة راح يعطي لنا كم? ثناش. نقسم على اربعة. راح تطلع لدي ثلاثة. طيب. دي ثلاثة. احنا راح نزيد ثلاثة. كل مرة زيد ثلاثة. زيد ثلاثة. راح تعطي لنا صالب واحد. زيد ثلاثة ايضا. راح يعطي لنا ثنين. بعد نزيد ثلاثة اخر شي. يعطي لنا خمسة. وخمسة زائد ثلاثة يعطي لنا ثمانية. فنقول الاوساط هي الاوساط اللي احنا ضفناها هي الصالب واحد واثنين وخمسة. اذا هذا هو الحل بالتفصيل لو طلب مني الحل في سؤال اه يعني مو سؤال اختياري سؤال نقول سؤال مقالي. بس طبعا الحل الاسهل نحن نشوف تسلسل الحدود لو كان السؤال اختياري. السؤال اربعة. اي من مقاييس النزعة المركزية يناسب بصورة افضل البيانات في الجدول المجاور. طبعا احنا نتذكر اه ان المقاييس النزعة المركزية هي الوسط والوسيط والمنوان. الوسط متى استخدمه? الوسط استخدمه اذا كانت البيانات قريبة من بعض. البيانات قريبة من بعض. يعني ما فيه فرق كبير ما بينها. الوسط متى استخدمه اذا كان فيه قيم متطرفة نقول. يعني فيه اعداد جدا كبيرة تكون اكبر بكثير من الاعداد الثانية او اقل بكثير من الاعداد البقية طبعا. والمنوان الاستخدمة اذا فيه اذا فيه شنو قيم تكررت بخلنا نقول بشكل اكبر من القيم الثانية. فاحنا نشوف هني هذي اه لاحظوا سباطعش خمسطعش سباطعش سباطعش خمسطعش سباطعش 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 سباطعش. بينما لاحظوا واحد والاثنين والعدد هادد له ثمان واربعين. اذا هنا توجد قيم متطرفة. اذا فيه قيم متطرفة يكون المقياس الانسب مثل ما قلنا هو شنو هو الوسيط. بينما لو ما كانت موجودة هذ القيم راح نشوف بعدين هل فيه قيمة تكررت اكثر من غيرها. بعدين نقرر نحجد انه هل المنوال او لا. بس اللي يكون المقياس اللي يكون الناس بصورة افضل هو شنو هو الوسيط. سؤال خمسة من خصائص التوزيع الطبيعي. طبعا التوزيع الطبيعي. هاد اللي تعلمتونا. اللي هو يحدد لنا الاحتمالات. اه انه المساحات تحت المنحنة يعني المساحة اللي هي تحت المنحنة تعبر عن الاحتمالات. والمساحة تحت المنحنة حنا اتعلمنا ان مجموعة الاحتمالات في التوزيع الاحتمالي تكون تساوي واحد. فيكون المساحة تحت المنحنة كم تساوي? تساوي واحد. اذا راح نختار الاجابة دي. ان مجموعة الاحتمالات او المساحة هاد تساوي كم? تساوي واحد. ننتقل إلى السؤال الثاني أوجد طبعا عندي عدة فقرات أوجد الحد التاسع عشر من المتتابعة الهندسية شنو قال لي هندسية يعني أتعامل مع قوانين المتتابعة الهندسية ما يستطيع يقول لي هندسية وأروح أتعامل مع قوانين المتتابعة الحسابية ننتبه إلى هذا الشيء فأول شغلة دائما نحدد المعطيات نحن نبغى الحد التاسع عشر كم A1 دائما نحدد في بداية A1 الحد الأول الحد الأول ثلاثة طيب متتابعة هندسية يعني نوجد الأساس اللي هو شنو R R هو الحد التالي على الحد السابق يعني خنا نقول ستة على ثلاثة راح يعطينا كم اثنين وطبعا الحد التاسع عشر معناته أن الان تساوي تساطع عشر هو يبغى الحين A تساطع عشر خلا نكتب القانون مع المتتابعة الهندسية أو الحد النوني لا ننسى القانون A N تساوي A واحد في ضرب R رس N ناقص واحد هذي طبعا R طبعا الحين أنا أبغى A تساطع عشر A1 عندي ثلاثة وال R عندي ثني كيف شو موجود عندي وال N تساطع عشر تساطع عشر ناقص واحد راح يعطيني ثمانطع عشر نحسب هذي باستخدام الآلة حسبوا هذي باستخدام الآلة بتشوفوا بنناتج هو خلونا نتأكد بالآلة نكتب بالآلة ثلاثة قوس أو ضرب قوس ثنين نسك القوس قوس ثمانطعش طلع عندي سبعة ثمانية ستة أربعة ثلاثة ثمانية يعني سبعمية وستة وثمانين ألف خلونا نكتب القيمة سبعمية وستة وثمانين ألف واربعمية وثنين وثلاثين السؤال الثاني أوجد الحد الرابع في مفكوك وي ناقصا ثلاثة اكس الست هاي طبعا يرجع إلى درس نظرية ذات الحدين اللي هو نبغي نوجد حد معين في هذا المفكوك نتذكر القانون أول شي تي كي زايدا واحد أي حد هاي حد في المفكوك يكون شي ساوي إن إن سي كي في نقول الحد الأول أس شنو نقول الحد الأول أس إن ناقص كي في الحد الثاني أس شنو أس كي يبغي الحد الرابع يعني يبغى تي أربعة فالكي رح تكون كم تكون ثلاثة كأننا نقصنا واحد ثلاثة زائل واحد أربعة فننقص واحد تصير ثلاثة يعني لو قال لي الحد السابع أقول الكي ستة فنقول الحد الرابع هو أحينا نعوض الان ستة سي طبعا السي هي التوافيق الكي ثلاثة ستة سي ثلاثة الحد الأول اللي هو واي أس إن ناقص كي والستة ناقص ثلاثة في الحد الثاني اللي هو كام ثلاثة اكس أس كام كي اللي هي كام ثلاثة بس لا ننسى الإشارة بالسالب ليس أقول هاي ثلاثة اكس لا أقول سالب ثلاثة اكس فننتبه إلى هذا الخطأ الشعر فالحين لو تحسبون بالآلة ستة سي ثلاثة خرع بكم بالآلة لا ننسى التوافيق نضغط ستة التوافيق تضغط شفت هذا التوافيق موجودة في فوق القسمة شفت مع القسمة ونضغط ثلاثة بيطلع عندي عشرين إذن أرجع وأكتب عشرين هذا أوش عشرين في و في و اكس ستة نقص ثلاثة ثلاثة في سالب ثلاثة سالب ثلاثة تكعيب ستعطيكم سالب سبعة وعشرين في اكس طبعا بتنزل عليها بتصير تكعيب إذن الناتج راح يكون 20 في نضرب بعدين بالآلة 20 في سالب 27 راح يعطينا سالب 540 وي تكعيب في إكس تكعيب إذن هذا هو الحد الرابع من هذا المفتوق السالة بعده التوزيع الاحتمالي أدنى يوضح عدد الأيام الممثرة في السنة في إحدى الدول طبعاً المطلوب القيمة المتوقعة القيمة المتوقعة هي اللي رمزنا لها بالرمز E of X شنو هذي القيمة المتوقعة قانونها قانون القيمة المتوقعة أن نحن نضرب هي قانونها Sigma يعني مجموع القيمة في الاحتمال كل قيمة هذي القيمة طبعاً عدد الأيام اللي هي عدد الأيام في شنو في الاحتمال فمن راح نضرب احنا كل قيمة في الاحتمال فرح نقول صفر في point one بعدين واحد في point one بعدين اثنين في point one five بعدين ثلاثة في point one five بعدين أربعة في point two five بعدين خمسة في point one بعدين ستة في point zero eight بعدين سبعة في point zero five وآخر شي ثمانية في point zero two ندخل هذي كل بالآلة الحاسبة متشوفون أن الناتج هو ثلاثة point ثلاثة أربعة هذه هي القيمة المتوقعة لعدد الأيام الممتعة يعني نحن نتوقع أن تكون القيمة توقعة أن هي رح تمطر في تقريباً ثلاثة أيام في هذه الدولة السؤال الثالث الحين عند الفقر الأولى سجلت مدرسة عداد طلبة الصف الثاني والثالثة ومن اشتركوا في نادي مرة واحدة للأقل كما هو موضح إذا اختير أحد الطلبة عشوائياً فأوجد احتمال كل من ممائتي يعني أنا عندي صفين هني اللي شاركوا في أحد النوادي اللي شاركوا واللي ما شاركوا فهذا الصف يمثل الثاني سنوي هذا الصف يمثل الثالث سنوي هذا العمود حق اللي شاركوا وهذا العمود حق اللي ما شاركوا المطلوب أول شي أوجد احتمال إن الطالب مشارك في النادي خلنا نحن نضيف أول شي سؤال خلنا نضيف سؤال قبل هاي السؤالين لو قال لنا لو قال لنا طبعاً أوجد خلنا نضيف إهني سؤال أوجد احتمال أوجد احتمال إن احنا مثل ما قلنا اختير أحد الطالب عشان شو نحتمال إن الطالب في الصف الثالث الثانوي شو تسوي إذا قال لنا شو نحتمال نطالب في الصف الثانوي راح نقول بي تسوي بس على طبعاً السؤال أشان تتوضح عندنا الأمور آآ راح أول شي نوجد كيل على الطلاب فرح نجمع احنا نقول الاحتمال هو شنو الجز على الكل فرح ناخد كل الطلاب كل الطلاب له 156 و242 و312 و108 من هذا الطلاب راح نقول احنا نبغى الطلاب اللي هم في الصالة السنة واللي في الصالة السنة وهذا الصف فرح نقول 312 زائر 108 ونحسب هذا باستخدام الآلة الحاسبة ونقرب الناتج بس هذا هو الاحتمال بس هنا السؤال فيها احتمال مشروط لأنه فيها علماً بأن أو بشرط شنو احتمال ان الطالب مشارك في النادي علماً بأنه في الصف الثاني السنوي احنا خلناه تسمي الثاني السنوي مثلاً خلنا نسمي هادي A هادي B هادي C وهادي D مثلاً فاحنا نبغى احتمال الطالب مشارك يعني C بشرط شنو بني يكون في الثاني السنوي يعني بشرط A اول شنكتب القانون قانون احتمال المشروط يكون B C تقاطع A على B الشرط الشرط اللي هو A اللي هو في الصف الثاني السنوي فاحنا بشكل سهل واش نسوي نشوف اللي عقب علماً بأنه اللي هو الثاني السنوي اللي هو الشرط نخليه في المقام لأن هذا احتمال الشرط B A فاحنا نبغى عدد طلاب الثاني السنوي عدد طلاب الثاني السنوي هو 156 زائد 242 بس من خلال هذيلة لاحظوا احنا حددنا هذيلة الثاني السنوي من هذيلة نبغي الطالب مشارك في النادي من اللي مشارك اللي مشارك طبعاً هو 156 فراح اقول هني 156 واحسب هذي باستخدام الآلة الحاسبة راح يطلع عندي 156 على 398 زائد فهذه تقريباً لو نحسبها بتطلع عندنا خدنا نحسبها بالآلة 156 على 398 لنحن نبغي القرب النادي 156 على 398 راح تطلع عندنا 78 على 199 اللي هي تقريباً 0.39 خلنا نكتبها 0.39 وخلنا نكتب النسبة اللي طلعت عندنا بعد اللي هي كام اللي هي 78 على 199 اللي هي تقريباً 0.39 بس إذن هذا هو هذه هي هذا هو الاحتمال المطلوب ونقدر نقول إنه هذه تقريباً لو ضربناها في 100 معناتها 39% بس طبعاً مو مطلوب من أنا خليها نسبة مقوي إلا إذا هو طلب يعني نحن نكتب هذا الجواب كفاية هي كون الحل جابتي كاملة أو نكتب 0.39 السؤال الثاني أوجد احتمال إن الطالب غير مشارك في النادي أوش خلنا نكتب الاحتمال ب غير مشارك فرح نكتب أول شي د بعدين بشرط إنه شنو علمه بأنه في الصف الثالث الثانوي في الصف الثالث الثانوي يعني شنو يعني ب يعني نفس الطريقة رح أقول ب أكتب القانون أول شي د تقاطع البي على ب أوف الشرط اللي هو ب فنفس الشي بس رح شنو خلنا نضح عليكم هني على الجدول إحنا لحين نبغي قلنا إحنا بناخد العقب الشرط أول شي في المقام علمان بأنه في الصف الثالث الثانوي يعني فتحت رح نجمع عدد طلاب الصف الثالث الثانوي اللي هو ثلاثين واثنعاش ومئة وثمانية وفوق رح ناخد منهم كم هذه رح ناخد منهم اللي غير مشاركين اللي غير مشاركين اللي هم مئة وثمانية رح نخليها في البسط هذه هني مئة وثمانية رح تطلعتكم لو شيكتون نكتب بالآلة بيطلعتكم تسعة على خمسة وثلاثين اللي هي تقريباً شيكوها بالحاسبة 0.25 ولو ضربناها في مئة عشان نكتبها كنسبة مئوية تطلع 25% أنا أعب أضيف سؤال آخر إلى هذا السؤال من زين خلني نحطه بلون ثاني عشان يكون واضح خلنا نقول مثلاً لو طلب مننا شو نحتمال إن الطالب في الصف الثاني الثانوي علماً بأنه غير مشارك بالنادي لاحظوا الصيغة مختلفة من زين الصيغة مختلفة يعني عكسنا هني يعني بدنانا بالصف وبعدين علماً بأنه غير مشارك في النادي طيب فأول شي مثل ما قلنا رح نكتب القانون فرح نقول بي أول شي الصف الثاني ثانوي اللي هو بي اي رح نقول بشرط من غير مشارك في النادي يعني دي فرح نقول بي اي تقاطع دي على بي الشرط اللي هو من دي فهني رح نبدأ بالشرط شن الشرط إنه غير مشارك بالنادي من الغير مشارك في النادي موصف وهني عمود رح يكون فالغير مشارك في النادي رح ناخد مائتين وثين واربعين زائد مائة وثمانية أخليها في المقام بعدين آخد من هذيلة حين أنا آخد هذيلة نزين خلو نوضحها على الجلول بشكل أفضل إحنا أخذنا الآن غير مشارك هذيلة 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 العين اللي أخذناها أو الفضاء المشروط نقول إحنا بنبغي اللي من الصف الثاني سنوي منهم اللي من الصف الثاني السنوي هذي الليه مائتين سنة واربعين ففوق رح اكتم مائتين واربعين طيب لو قال لي في آآ لو قال لي أنه في الصف الثال سنوي رح آخر من رح آخر مائة وثمانية وبعد نحسب ها بالآلة يعني بيطلع عندنا الناتج يعني الفكرة في الاحتمال المشروط إلى الجداول التوافقية نسميها أن نحن نشوف اللي عقب الشرط علما بأن اللي عقب علما بأن نخليه في المقام وبعدين من خلال هذا اللي قلصنا ناخد منهم اللي طل بعدنا مثلا الثاني السنوي أخذنا مائتين وثاني واربعين وهني مثلا الصف الثاني أخذنا ثلاثمية واثمائة وثمانية خلنا تحت من هذه القيمتين أخذنا من اللي غير بشارك اللي هو من مائة وثمانية وهكذا نقدر نوجد أي احتمال مشروط نشوف الصال الفقرة الثانية يبين الجدو المجاور التوزيع الاحتمال لعدد السيارات التي تمتلكها الأسر في أحد الدول العربية طبعا هذا هو عدد السيارات يعني إذا ما كان عنده ولا سيارة الاحتمال 0.14 إذا عنده سيارة واحدة هذا الاحتمال 2 و3 في أكثر بيين أن التوزيع صحيح طبعا فيه شرطين عشان يكون التوزيع صحيح أول شي هل أول شرط هل الاحتمالات ما بين الصفر والواحد لا تلاحظون نعم الاحتمالات ما بين الصفر والواحد ما فيش أكبر من واحد فنقول أول شي من الاحتمالات نكتب صفر أقال من أو يساوي بي بي هي الاحتمال أقال من يساوي واحد إذا هذه معناتها أن كل احتمال محصور ما بين الصفر والواحد كفايا نكتب هذه العبارة الشرط الثاني هل مجموع الاحتمالات يساوي واحد إحنا راح نجمع الاحتمالات فراح نقول هذه الاحتمالات كامل فراح نقول point one three زائد point four زائد point three three زائد point one four تشيكوها باستخدام الحاسب بتشوفون أن الناتج هو واحد إذن تحقق الشرطين إذن نقول إذن التوزيع صحيح إذن أثبتنا أن التوزيع هنا توزيعا صحيحا سؤال بي ما احتمال أن يكون لدي الأسرة سيارة على الأقل شنو معنات سيارة على الأقل معناتها احنا نبغي احتمال أن ال x اللي هي القيمة اللي هي x عدد السيارة على الأقل على الأقل شنو معناتها معناتها أكبر من أو يساو واحد شنو معنات أكبر من يساو واحد معناتها أنه ممكن تكون واحد سيارة واحدة أو ثنتين أو أكثر من سيارة أو بي ثلاثة طبعا نحن ما نقول بي ثلاثة إنه قال ثلاثة في أكثر فنقول أكبر نقصة أو ثلاثة فباختصار يعني ناخذ الواحد والاثنين والثلاثة يعني ناخذ هذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة فراح نقول point three three زائد point four زائد point one three إذن نجمعهم بتشوفوا لنا ناتج هو point eight six خلنا نضيف سؤال احني بعد عشان نستفيد لو قلنا سؤال آخر ما احتمال أن يكون لدى الأسرة سيارتين على أكثر لاحظوا السؤال هنا سيارتين على على الأكثر شنو معنات سيارتين على الأكثر معنات سيارتين على الأكثر دعين أكثر شي سيارتين يعني ممكن تكون سيارتين يعني الاحتمال المطلوب x على الاكثر يعني على الاقل نقول اكبر من او ساوي وعلى الاكثر اقل من او ساوي فنقول يعني تكون ثنتين او واحدة او ولا شي اللي هي صفر فاحنا ناخد الاثنين اللي هي point four وراح ناخد point three three وراح ناخد الصفر اللي هي point one four وحسبوا هذي باستخدام الال الحاسبة ويطلع لكم الناتج يعني بس ننتبه هنا على الاقل معناته اكبر من او ساوي وعلى الاكثر معناته اقل من او ساوي السؤال الرابع والاخير الفقر الاولى في دراسة مسحية عشوائية شملت خمسة الاف ثمانمية واربعة وشرين شخص افاد تسعة وعشرين بالمئة منهم انهم سوفوا يشاهدون اللعاب الالنبية على التلفاز ما هامش خطأ المعاينة قانون هامش الخطأ هامش الخطأ الى قانون هامش الخطأ للعينة او للمعاينة قانونه هو زائد او ناقص واحد على جذر شنو الان هي عدد العينة من المجتمع العينة شملت كم شملت خمسة تالاف ثمانمية واربعة وعشرين يعني مجرد راح نقول زائد ناقص واحد على جذر خمسة تالاف ثمانمية واربعة وعشرين نحسب هذا بالاستخدام الالة الحاسبة راح يطلعتكم تقريبا 0.0131 طبعا زائد او ناقص اذا هذا هو الاحتمال نحسبك نسبة مئوية راح يطلعتكم نضرب هذا في مئة النسبة اللي عندي انا ابغي ابغي هابش الخطأ اخلي كنسبة مئوية نضرب اه مثل ما قلنا طلع عدنا واحد شبس نتأكد واحد على جذر خمسة ثمانية اثنين اربعة طلع عدنا 0.0131 كفايا ناخد اربع منازل فيها مش الخطأ الحل لو ضربنا 0.0131 انا ابغيها كنسبة مئوية اضرب في مئة كم بيطلع طلع عدنا مئة واحد ثلاثين على مئة يعني كم يعني 1.31 بالمئة يعني نقدر نقول ان الناتج هنا دعنا نكتبه تقريبا 1.31% هذا رح تفيد في السؤال الثاني ما الفترة الممكنة التي تتضمى نسبة المجتمع الكلي الذين سوف يشاهدون الالعاب الولمبية زين النسبة اللي اعطاني اياها في البداية هم النسبة اللي سوف يشاهدون الالعاب الولمبية بس هذا ها مش الخطأ ها مش الخطأ طبعا هنا زائد ناقص ها مش الخطأ في هي نسبة تقريبية اما يتكون اكثر من النسبة او اقل من النسبة فاحنا عشان نحسب النسبة راح نقول شنو نحن نبغى الفترة الممكنة فاحنا راح نقول ان الفترة هي بيد راح ناخد ال 29 مرة بس نعدل هادي مرة راح نقص منها لانه هي ناقص زائد مرة راح ناخد 29 ناقص 1.31 بالمئة والنسبة الثانية اللي هي 29 راح ازيد 1.31 بالمئة فنقدر نقول انه هي بين كم وكم هادي طبعا راح تعطينا كم راح تطلع عدنا 27.7% يعني نسبة بين 27.7% واثا 29 راح ازيد 1.31 واثا تعطينا 30 بوينت ثلاثة طبعا هادي 27 وهاي طبعا ثلاثة واحد بالمئة هاي طبعا كم 29 ناقص 1.31 بس خلنا نتأكد 29 ناقص 1.31 27.69 اللي هي 0.7% خلنا نكتب 0.69 افضل كل واحد هو اصلا ما قال ليقرب لمنزله بس احنا كاتبين 3.1 فهنا بنكتب 0.69% والنسبة الثانية 29 زيادناها 1.31 طبعا ادنا 30 بوينت ثلاثة واحد بالمئة فهي الفكرة هني اول شي هامش الخطأ قسمنا واحد على جذر العدد الاشخاص كله الفترة شلون طلح طبعا هني النسبة حولها اول شي العدد هذا الكسري او العشري حوله الى نسبة مئوية بالضرب في مئة بعدين هذا النسبة بتفيدنا نحن نضيفها او نقصها من 29% بتعطينا الفترة الممكنة اللي يطلبها في السؤال السؤال الأخير او الفقرة الأخيرة بناء على دراسة مسحية سابقة اذا اذا علمت انا 70% من الشباب تحت سن 20 يتابعون المبارض العياضية طبعا هذي السؤال من نشوف ان يعطينا نسبة مئوية فهذه فيها احتمالين يعني نقول نحن اما 70% من الشباب يتابعون المبارض او النسبة الباقي اللي هي 30% لا يتابعون هذي طبعا تبعنا ضعية ذات الحدين اذا استطلع جميل رأي 200 شخص تحت 20 عام فمحتمال ان 146 شخصا على الاقل يتابع المبارض العياضية اول شي الحج للمعطيات مثل ما قلنا هذي طبعا نظرية ذات الحدين ان تكون عندي نسبة من المجتمع مثلا يتابعون فهذه نسميها نسبة النجاح نغمس لها بالرمز S لا يعني 70 على 100 يعني 07 فالنسبة الباقية رح نسميها F اللي هي نسبة الفشل رح تكون كم إذا هاي 70 بالمئة فالنسبة الباقية 30 على 100 يعني 03 كم عدد الاشخاص اللي استطلعنا رأيهم هاي نسميها نسبة المجتمع اللي هي 200 هاي N نسميها المطلوب شنو ما احتمال أن 146 شخصا على أقل يتابع بارتري يعني نبقى احتمال نتكون الأكس أكبر من أو يساوي كام 146 فاحنا أول شغلة هاي طبعا احنا من نشوف عدد كبير سي رح بالنا إلى التقريب للتوزيع الطبيعي فاحنا أول شغلة رح نحسب NS و NF هاي طبعا خطوات لازم نكتبها أول شي NS نضرب 200 في 07 كم بيطلع بيطلع 140 وأيضا نضرب N في F يعني نضرب 200 في 03 رح رح يطلع لدينا كام 60 واضح إن هذي العددين أكبر من خمسة إذا كانوا أكبر من خمسة نقول له نقرب للتوزيع الطبيعي مثل ما قلنا هذه الخطوات لازم نكتبها في الحل مو نرسم شكل التوزيع الطبيعي طبعا نحنا رح نوجد الوسط الوسط نسمي ميو هذا الوسط ميو نحفظ نحن طلعنا نس هني اللي هي مائتين في بوينت سبعة اللي هي مائة وراح نحسب سيجما اللي هي الانهراف المعياري اللي هي شنو جذر ن اس اف نحفظ القانون جذر ن اس اف اللي هي جذر مائتين في بوينت سبعة في بوينت ثلاثة كتبوا هذا كل باستخدام الحاسبة من زين خلنا نكتبها ونشوف كم بيطلع جذر مائتين في بوينت سبعة في بوينت ثلاثة طلعتكم جذر 42 يعني تقريبا ستة بوينت أربعة خلنا نقربها ونخليها كام ستة مثلا ونص أو خلنا نشوف على حسب السؤال تقريبا ستة هي طبعا لأنها أقل من خمسة خلنا نقول ستة خلنا نخليها ستة تقريبا ستة نقربها لأقرب عدد صحيح فهي ستة أحيش راح نسوي راح نسوي شكل التوزيع الطبيعي لا ننسى نرسم اللي ما يرسم مجر ممكن راح يخسر درجات نحفظ الرسم هالي راح نرسم شكل التوزيع الطبيعي بالشكل التالي على شكل كان هضب في النص راح نحط الوسط هذا الوسط مثل ما قلنا له أربعين له عفوا مئة واربعين راح نقسم الرسمة إلى أربع أقسام هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم وأيضا هذا قسم طبعا خمس أقسام عفوا نحفظ النسب النسب الأولية هذه أربعة وثلاثين بالمئة بعدين النسبة هذه ثلاثة عشر ونص بالمئة النسبة اللي بعدها ثنين بالمئة والنسبة اللي بعدها كام راح تكون نص بالمئة أربعة ما على نقد خمس هم أربعة أربعة قسم واحدة ثنتين ثلاث أربعة هم أربعة قسم أوك فهي أربعة قسم أربعة وثلاثين ثلاث نص ثلاث وثلاث ونص لو نجمع هم راح يطلع خمس راح يطلع خمس أوك إذن هذه واحدة ثلاث أربعة أوك ثلاث هل نعدلها بس هنا ثلاث ما قلنا هذا شكل تقعيبي طبعا مو شغط أن يكون شكل بالضبط هاي واحدة هاي ثلاث هاي ثلاث هاي أربعة إذن هادي نص وهادي اثنين هاي ثلاث عشر نص وهذه أربعة وثلاث بالمئة نفس الشي على اليسار بس احنا ما بنحتاج على اليسار احنا راح نحط في النص مثل ما قلنا الوسط اللي هو مئة وستة واربعين السيقما اللي هي لنحرع في ستة راح نزيد ستة فرح خلاص طبعا مصلنا للهني خلاص اوك آ احنا نبغي مئة وستة وابعين الشخص على الاقل على الاقل بقلنا اكبر من أو ساوي آ مئة وستة واربعين هاي مئة وستة واربعين فاحنا راح نضلل l l lament اللي هي عقب مئة وستة واربعين خلنا نضلل الحين هادي 146 راح نضلل هادي كامل لازم نضللها بعد ذلك راح نكتب الإجابة إن الاحتمال هو نجمع النسب النسب هي كم هي 13 ونص هي 13 ونص و 2 ونص طبعا كلهم بالمئة لو جمعناهم كم بيطلع لو جمعناهم راح يطلع 16 بالمئة إذن هذا هو احتمال 146 شخصا على الأقل يتابع البعاية الرياضية لو قال لي باحتمال أن 152 شخصا على الأقل يتابع البعاية الرياضية راح آخذ النسب اللي هي عقب 152 اللي هي 2 ونص فقط بالمئة وهكذا لو قال لي 146 شخصا على الأكثر لو قلنا على الأكثر دعنا نضيفه هنا السؤال لو قال لي 146 شخص على الأكثر باختصار قلنا نخليها يتابع شلون نجاوب هدي طبعا مثل ما قلنا أيضا راح نضلل المنطقة اللي هي على الأكثر شلو معناتها معناتها بي منطقة فراح يضل كم راح يضل 34% وهذه كامل طبع هني راح يتكررون أيضا راح نحط الأربع مناطق راح يتكررون بس هاد المنطقة كلها مثل ما قلنا هاد النص وهاد النص يعني هاد مجموعة 50% وهذا 50% فاحنا راح نقول 34 زائد 50 بالمئة يعني كام يعني 84% بس لازم طبعا نرسم من جديد ونضلل المنطقة المطلوبة وبعدين نوجد النسبة بس مثل ما قلنا ننتبه في هاد السؤال عشان لا ننقص أي درجة انه احنا نكتب المعطيات ونكتب هاد الخطوتين ضروري نكتب هاد الخطوتين بعدين نوجد الميو اللي هي الوسط والسيقما اللي هي الهراف المعيار بعد ذلك نرسم الشكل طبعا ما يختلف في كل سؤال هني دائما الشكل هذا هو اللي احفظه بس اللي بيختلف التضليل يكون من عقب شنو طبعا يعتمد على الوسط والهراف المعياري طبعا فهذا نكون قد انتهينا من حل الامتحان تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر